صح الصح صح 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 ماروتنا آآ ميسون الأمر صباح الخير خبيبتي يا صغى الصباحي كل عام إنتي بألف خير يا روحي ناعد عليك إن شاء الله يا رب تحقق freelance يا حبيبة قلبي والآilah يا حق يا عمري الله يخليك عطيني صفات مولود اليوم مولود اليوم يلا الضراء بشكل عام نحكي مش عن اليوم بشكل عام أنه إنسان بيحب الوصول لهدفه شو ما كانت الخطوات اللي بده يعنتم إنسان عنده عزيمة كثير كبيرة. بيحب يعيش رفاهية الحياة. بيحب الناس ولكن ما بيبينها إلا بالأفعال مش بالأقوال. إنسان عنيد جدا بالوصول للهدف. من سلبياته ولا ما منحكي السلبيات؟ لا بالعقص. يعني أنا بقلها الانتقاد بس أحكي السلبيات اللي بتنقل. للتنال. البائم أنت تقول ليها دائما بيني وبينك. ما في سلبيات. يا شوف شكت كنتي. تقول ليش ليش بحبها. لأنها رائعة. طيب إذن مستمعينا ومشاهدينا بتقدروا تتواصل معنا عبر الفيسبوك تسألوا عن توافق أبراجكم مع الأبراج الأخرى أو طبعا أكيد تعرفوا عن التوقعات الفلكية لأبراجكم. نحكي شوي عن برج الدلو. الدلو. هلأ في سؤال إنه الدلو عنده انتقال من بيت لبيت هو الموضوع مش انتقال من بيت لبيت. هو في تغيير بحياة برج الدلو. قد يكون سفر قد يكون زواج لغير المرتبطين قد يكون شراء بيت يعني مش بالضرورة إنه هو كان السؤال إنه في شراء بيت يعني. هو انتقال في في انتقال بحياة برج الدلو. بشكل عام قلنا بعد عشرين الشهر في عنا ثلاث أبراج المبارح حكيت واليوم بدي أكرر. عنا الحوت والدلو والجدي. نعم. عندهم انتقال انتقالة نوعية يعني ما رح تتكرر بهاي السنة خاصة الجدي طبعا. والدلو أيضا بعد عشرين الشهر رح يكون عنده شيء كتير ممتاز يعني حياة جديدة خلينا نعتبرها دورة فلكية جديدة رح يدخل عليها. تبحث عن بداء المادية لأمور معينة ولكن عندك العشر أيام الأخيرة بالرغم من إنه هي الأفضل ولكن تشعر بالوحدة تشعر بأنك بدك تنطوي لحالك وتعمل دراسة لجدولة جديدة لحياتك للأشهر القادمة. نعم. طيب في عنا مبارح أعطيتي هيك بشرة صارة لبرج الجوزاء. اليوم رجعوا سألوا على الجانب العملي. هلأ الجوزاء تجارب جديدة عم بيدخل عليها برج الجوزاء تزداد العلاقات الاجتماعية ومن خلال هاي العلاقات الاجتماعية عم بيصير عندك أبواب تنفتح. قد تكون مش بتخصصك ولكن هي موجودة. تعمل على جدولة حياتك من جديد. تغربة بالعلاقات الاجتماعية لبرج الجوزاء وهذا نعتبره إيجابي لإلك. تلقى الدعم وتحصل على أرباح مالية إضافية أو مكافأة قد تكون بمجال عملك. العشر أيام الأخيرة أحد أفراد العائلة رح تبدل كثير من الوقت والجهد عشان موضوع معين يخصه. لذلك انتبه لصحتك والعاطفة احذر. الجوزاء احذر عودة العلاقات المنقطعة. خاصة على المستوى العاطفي. نحن نحكي على المستوى العام ولكن بالأخص على المستوى العاطفي إذا كان بدك ترجع علاقة قديمة أدرسها كويس قبل ما تتخذ القرار. نعم. عنا اتصال زيد. يلا بناخد اتصال. ألو. حبيبير دي تويو. حبيبير دي تويو. تانكيو. تانكيو يا حلوة يا دانيا يا أمرا. كيف عالك؟ يا حبيب. وعملت الخير إن شاء الله عمر المزيد يارب. يا حبيبة قلبي إن شاء الله يا رب هيك أيامك أنت كمان بتكون حلوة. تفضل يا دندون. يا رب إن شاء الله جميع كيف كما يستون. الحمد لله نشكر الله أهلا وسهلا فيك يا حبيب. أهلا فيكم. أنا بدي تحكي نيش عن برج السرطان. بحب دان أسعى منك أخبار حلوة. لني دائما تحكي نتحكي نتحلو. ولا يهمك يا سبتي. شكراك كثير. أهلا برج السرطان حكيت من بداية الشهر أنه شهر جيد جدا خاصة على الوضع المالي. ووصيت أنه إذا حكينا الشهر اللي قبله واللي قبله. يعني هذا ثالث شهر أوصي أنه طالما الأمور المالية كويسة والأبواب عم تنفتح قدامك لمشاريع جديدة لخطوات جديدة. حاول تتخلص من الالتزامات المادية سواء كانت قرض سلفة دين أي شيء يخص الأموال بدك تتخلص منه ما تبذر الأموال. السرطان بطبيعة حاله أنه لما تجي له فلوس كل شيء بنفسه يروح يعمله بنفس اللحظة. يعني ممكن تعطي له مئة ألف بنفس اليوم نصرفها. فهذه المسألة بدك تتخلص منها هذا الشهر. بدك تقنن وتجدول وتعمل ميزانية عشان تقدر تعيش السعادة الصح. تزداد المسؤوليات عليك بهذا الشهر وما رح تلاقي الوقت الكافي لحتى تتابعها كلها. آخر الشهر بدك تنتبه ما تكسل وتهمل المسؤوليات اللي هي عليك حتى ما تتراجع أمورك. والوضع العاطفي ممتاز جدا تعيش السعادة للمرتبطين وغير المرتبطين. اليوم ننتقل إلى برج الثور؟ برج الثور شهر التجديد خاصة بالعمل. ولكن على الرغم أنه شهر الحظ وفي كثير من الأمور الكويسة اللي رح تحصل. ولكن ما بيخلوا من بعض المطبات. احذر أصدقاء السوع بهذا الشهر. خذ النصيحة ولكن ادرسها كويس قبل ما تمشي عليها. خليكون نصيحتك من رأسك يعني أكتر. فرص كبيرة بالعمل ومختلفة عن السابق. ممكن تكون بغير تخصصك أو شيء جديد رح يدخل عليك. تعيش التناقض بهذا الشهر خاصة بمنتصف الشهر لخمس أيام. حاول أن تكون تتجاوز السلبيات وما تعطيها وقت كثير وما تهتم لها كثير. عشان فيه أمور عم تمرع من قدامك وانت ملتهي أو مبتعد عنها بأنك تجاوب فلان وتناقش فلان. فانتبه هاي المسألة مش بمصلحتك. أموال إضافية رح تدخل عليك هذا الشهر. انتبه من التبذير. والعاشر أيام الأخيرة رح تكون ممتازة جدا فيها شيء جديد على حياتك. قد يكون سفرة قصيرة أو شراء سيارة أو تغيير أثاث بيت. شيء رح يتغير بحياتك الخاصة. الوضع العاطفي ممتاز جدا للمرتبطين وغير المرتبطين. نحكي آخر شيء عن برج الحمل. الحمل شهر مميز وخاصة بما يخص المهنة. فيه تطورات كثير كبيرة إيجابية. وفيه أيضا وضع عاطفي مميز بهذا الشهر. لذلك بدك تنتبه لقراراتك ما تكون عاطفية مطلقة بدون الرجوع للعقل. ثلاث أسابيع تتخطى فيها كل العقبات. وبدأي كمان الشهر الجاي برج الحمل رح يكون ممتاز جدا. فرص كثير كبيرة رح تكون مفتوحة قدامه. أرباح مادية بهذا الشهر ممكن تحصل عليها. احذر بعض المقربين سواء كان على مستوى شخصي أو بالعمل. ما تتسرع باتخاذ القرارات أو تناقش أمور. انتبه للناس المستغلين والمستفزين هذا الشهر. العشر أيام الأخيرة هي الأفضل. وكثير من برج الحمل بهاي الفترة رح يحط حجر أساس لسفر سواء كان لدراسة أو عمل. وعاطفيا بدك تنزل على أرض الواقع وتدرس الوضع بشكل جيد قبل ما تتخذ القرار. نعم في مجال ناخد كمان ميسج يا شباب شو؟ الأسد بدهم الأسد يلا. الأسد شهر جيد نعتبره بما يخص العمل وتحسين الوضع المهني. أيضا الأسد الشهر الجاي رح يكون عنده خطوات كثير كبيرة إيجابية عالية المستوى بما يخص المهنة. علاقات اجتماعية جديدة أو عودة بعض العلاقات المنقطعة تعود عليك بالأرباح سواء كانت مالية أو معنوية. فرصة للسفر للعمل أو للدراسة ومنتصف الشهر لآخر الشهر رح يصير عندك هذا الحماس لتغيير بحياتك الشخصية. قد يكون تنتقل من بيت لبيت أو تغير أثاث بيت أو تشتري سيارة. العشر أيام الأخيرة في تراجع تشعر بالكسل فما تهمل مسؤولياتك وعاطفيا ممتازة جدا للمرتبطين وغير المرتبطين. نعم. بدنا نشكرك ميسون نشكر كل أشخاص لتواصلوا معنا على فيسبوك وإن شاء الله غدا يتجدد اللقاء. Thank you ميسوني. حبيبتي أهلا. شكرا لأنكم عملتوا هذا اليوم very special. شكرا للتقرير. شكرا لكل شخص بتعامل معه بشكل يومي وبقابلني بابتسامة عريضة. شكرا للمشاهدة.